في أشتاك دم وخفيفة أوي كان طالع من مبارح بيقولك مصر في البريكس بيحتفلوا بأن سيئ الذكر موجود في روسيا ومشارك في قمة البريكس النهاردة تكلم سيئ الذكر كلمة فتتحية والحقيقة قررنا أن احنا نعمل مقارنة ما بين كلمة سيئ الذكر وما بين كلمة الرئيس البرازيلي ليه بنقول الكلام ده؟ لأن رئيس دولة البرازيل الشقيقة اللي بتبعد آلاف آلاف الأميال عن قطاع غزة تقريبا كان عامل كلمته كلها عن قطاع غزة ورئيس الدولة العربية الأكبر والجار المباشر لقطاع غزة سيئ الذكر جار السوق عبد الفتاح سعيد خليل السيسي ما جابش سيدي غزة ما تكلمش عن فلسطين أمال تكلم عن إيه؟ تكلم عن الشحاتة اتكلم عن الديون كابتن شحاتة بوكف كان في قمة البريكس مع يعني الاعتذار للفنان الراحل نور الشريف وكان رايح يشحط فلما قمة البريكس سمعوه وسمعوا لولا دي سيلفا حسوا أن فيه حاجة غلط سيستم إيرو الربعمائة واربعة اللي بتطلع على الشاشة وقرروا أن هم يطلعوا بيان مع لولا دي سيلفا مع الرئيس البرازيلي ويسيبوهم من الشحات اللي جاي يشحط كابتن شحاتة بوكف اللي جاي يقول لهم الدول النامية والمديونية ولازم تسعدونها تعالوا نشوف مقارنة ما بين كلمة سيئ الذكر جار السوق الرئيس المصري عفتاح سعيد خليل السيسي وما بين الجار الحقيقي الرجل صاحب المواقف الراسخة والثابتة في الدفاع عن فلسطين وعن المظلومين الرئيس البرازيلي نبدأ بكلمة سيئ الذكر ونشوف قال اتكلم عن تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وتحديدا الأمم المتحدة وأجهزتها واتكلم كمان عن قصور النظام الدولي من حيث قضايا السياسية والأمنية والامتداد للموضعات الاقتصادية التنموية بدأ يتكلم كابتن شحات أبو كف عن معاناة الدول النامية من حيث تصاعد إشكالية الديون الشحات أبو بدأ اتهي عدم توفر التمويل اللازم ولازم يكون فيه تكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة زي ايه بقى زي اختع غزة زي الإبادة الجماعية لا 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 زي خرم الأزون اللي اتسع على دماغ أو صلعة أحدهم في مصر فالشمس ضربت في الشعب المصري كله قضية تغير المناخ أيوة وإيه تاني غزة بقى والإبادة الجماعية لا 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 النفئات للتمويل الميسر عشان شحات أبو كف راح يشحت من البريكس والأمن الغذائي عشان حرب روسيا وأوكرانيا طب والإبادة الجماعية يا بني آدب وجرانك لا لا دول مش موجودين وكمان تزايد معدلات الفقر والجوع طب والمجاعة اللي في شمال غزة لا دي مش عندنا واتساع الفجوة لمؤاخذة الرقمية والمعرفية وبعدين تحدث عن دعم مصر الدور المهم لمجلس أعمال البريكس وتحالف سيدات الأعمال بالمجتمع تمام في تكسيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدور الأعضاء ملفات لم يتحدث عنها جار السوق سيء الذكر عبفتاح سعيد خليل السيسي ما تكلمش عن العدوان على غزة ولا الإبادة الجماعية ما تكلمش عن شمال غزة واللي بيحصل فيه ما تكلمش عن العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية ما تكلمش عن العدوان على جنوب لبنان أو على دولة لبنان طيب إيه اللي قاله الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا قال إن إحنا بنعمل من أجل عالم متعدد الأقطاب يجب علينا مواجهة السياسات العنصرية شعار مجموعتنا هو تعزيز التعاون في نصف القرى الجنوبي نسعى إلى حياة سلمية وتجنب إسقاط ضحايا مدنيين في الحروب وخطبالك يا عفتاح بيسعى لتجنب سقوط مدنيين في الحروب يا عفتاح قالك محتاجين نعمل سياسات سيمترية فيها توازن وانسجام للأطفال والنساء حول العالم يجب علينا أن نعمل على تجنب التصعيد في الضفة الغربية ولبنان وتصعد الأحداث في أوكرانيا وعندنا حربين من المحتمل أن تتطور لحرب عالمية الراجل بيتكلم عن غزة بيتكلم عن لبنان بيتكلم عن الضفة الغربية مين اللي بيتكلم الرئيس البرازيلي فيين البرازيلي يا جماعة في أمريكا اللاتينية هناك ما وراء البحار والمحيطات بيحكي عن غزة وجنوب لبنان والرئيس المصري رئيس أكبر دولة عربية موجود عشان يتكلم عن الشحاتة والتغير المناخي والفجوة الرقمية والمعرفية مسبلة التاريخ لن نجد فيها مساحة لعبدالفتاح السيسي للمرة الألف بقول لحضرتك الكلام ده دعار والله العظيم آر على مصر وشعبها وتاريخها وجيرتها وحسن جوارها ونصرتها لفلسطين ولبنان ووقوفها مع الدول العربية دعار على النخوة والمروءة والشرف والكرامة دعار على التاريخ والجغرافيا والحضارة والعروبة والدين وكل شيء دعار على كل القيم اللي تربى عليها الشعب المصري أن يحكمه مسخ له جلد الخنزير مثل هذا الرجل وأنا الحقيقة لا أستحق أن أقول عليه رجل أصل ده مش معقول يا جماعة ده وصل لمرحلة من الانحطاط والخيانة والعمالة لم يسبقه إليها أحد مش ممكن يا راجل أنت في البريكس والدوك الحديدة وهتتكلم الكلمة المكتوبة ما فيهاش غزة ما فيهاش لبنان ما فيهاش اليمن ما فيهاش الإبادة الجماعية ما فيهاش الشهداء ما فيهاش المصابين أنت راح تهب بإيه؟ رايح تشحط تاني تاني يا زكي رايح تشحط تاني عشان إيه؟ بتشحط عشان إيه يا عب فتاح؟ عشان تعمل إيه؟ عشان تصرفهم على العمارات والأصور والفلل والفلل وافتكر نهاية عم بس حلمي الأول افتكرها كويس تخيل يعني أنت طيب خلينا أمشي معاكم للآخر عشان بس تشوفوا أنه حتى الجماعة في قمة البريكس معتبرينه راجل مهزأ معتبرينه جنرال تافه بلا قيمة هقول لحضرتك إزاي بص يا سيدي قمة البريكس بتقول إيه؟ وفقا لموقع النهار يجب مساعدة الدول النامية وإنهاء حرب لبنان وغزة كويس؟ وبيتكلموا عن الرئيس الإيراني بينقله على لسانه أن العالم بيواجه كثير من التحديات الأوضاع في العالم قد تصبح أسوأ بسبب تصرفات الغرب حث دول بريكس على المساعدة في إنهاء الحرب في غزة ولبنان وأناشد كل الأعضاء في مجموعة بريكس النافذة استخدام إمكاناتهم الجماعية والفردية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان معلش يا جماعة إيه فرق الرئيس الإيراني عن المهزأ اللي اسمه عفتاح السيسي؟ إيه فرق ده عنده؟ ليه ده طالب بوقف الحرب في لبنان وغزة وده تكلم عن الشحاتة؟ ليه؟ يبقى احنا هنا عندنا رئيس بلوزيلي تكلم عن غزة ولبنان والضفة وعندنا رئيس إيراني تكلم عن لبنان وغزة؟ تعالوا نشوف واحد كمان تكلم برضو عن نفس الموضوع الرئيس الصيني اليوم السابع اللي نشر الكلام ده دعا الرئيس الصيني شي جين بينج للعمل للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحل مستدام للقضية الفلسطينية مشددا على أهمية بناء مجموعة بريكس سليمة تحافظ على تحقيق السلام والأمن المشترك تكلم بص بصوا نابل اليوم السابع أضاف الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة بريكس من عقدة في مدينة قزان الروسية بمشاركة عب فتح السيسي يجب علينا إظهار قدرات أعلى لتعزيز تعاون بين دولنا لأنه العالم دخل مرحلة جديدة من تغيير المضطرب طيب يعني إحنا هنا إيه؟ عندنا رئيس صيني بيدعو لوقف إطلاق النار رئيس إيراني بيدعو لوقف إطلاق النار رئيس برازيلي بيتكلم على الضفة وغزة ولبنان ورئيس مصري أو مهزأ مصري أو جنرال مهزأ أو جار سوق بيتكلم عن الشحاتة والتغير المناخ طيب البيانة اللي طلع من قمة البريكس توقف عندي إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض الخبر ده من موقع الشرق طلعوا الخبر يا جماعة قمة بريكس تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة دعا قادة دول مجموعة بريكس في بيان المشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة كما عبرت بلدان المجموعة عن قلقها البالغ إزاء التأثير السلبي للعقوبات غير القرنية على اقتصاد العالمي والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني البريكس لما جم يطلعوا بيان يا أتفه من حكم مصر وأتفه من شارك في البريكس وأتفه من تولى هذه المسئولية وأتفه رئيس حضر في أي محفل دولي على مدار التاريخ لم يشهر التاريخ رئيسا أتفه منك يا سيء الذكر ما تكلموش عن التغاير المناخي ولا الفجوة الرقمية والمعلوماتي ما تكلموش عن العبط اللي انت رايح تقوله تكلموا عن غزة ولبنان في خيانة أكتر من كده فين حطات إنساني وأخلاقي وعروبي وقومي وإسلامي أكتر من كده ما فيش والله لن تجد ما فيش والله يا جماعة الناس اللي اتفرج علينا ده واحد بيجيب العر ليكو بيجيب العر للشعب المصري بيجيب العر للتاريخ المصري بيجيب العر للحضارة المصرية لمواقف مصرية مشرفة رايح مؤتمر دولي حضر فيه ناس من كل الدنيا بيقول لهم التغاير المناخي والفجوة الرقمية ما تكلمش عن غزة ولا تكلم عن لبنان فلما طلعوا البيانة الختامي أهنوا وحطوا عليه وتجهلوا كل الهبل اللي قالوا وتكلموا عن غزة ولبنان فتذكروا دائما أن لمصر جنرال مهزة هو سيء الذكر وجار السوق في نفس التوقيت شكرا